بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا جديد في مسودة دستور الطاولة السداسية للمعارضة التركية لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية اعلن التحالف المعارض المعروف اعلاميا بالطاولة السداسية في مؤتمر صحفي عقده الاثنين عن تفاصيل مسودة للدستور الذي يعيد الناخبين بتطبيقه بعد العودة الى النظام البرلماني في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع اجراؤها في اير مايو او حزيران يونيو 2023 تتضمن المسودة تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية في مقابل توسيع صلاحيات البرلمان وتشير الى ان رئيس الجمهورية يتم انتخابه من قبل الشعب لفترة واحدة فقط مدتها سبع سنوات ويقطع الرئيس في تلك الفترة علاقته بحزبه ويمنع من ممارسة العمل السياسي بعد انتهاء فترة رئاسته ويمنح الدستور المقترح رئيس الجمهورية حق اعادة القوانين الى البرلمان مرة واحدة لاعادة مناقشتها وتكرار التصويت عليها ولكنه يمنعه من رفضها في حال صادق البرلمان عليها مرة اخرى ما يقترحه التحالف المعارض بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا يختلف كثيرا عما كان المعمول به قبل الانتقال الى النظام الرئاسي ويجعل رئاسة الجمهورية مجرد منصب شرفي ليترك حكم البلاد الى حكومة ائتلافية تتصارع فيها احزاب مختلفة الجذور والتوجه كما يجعل رئيس الجمهورية دمية بأيدي رؤساء تلك الاحزاب لو افترضنا ان تحالف الطاولة السداسية فاز مرشحه في الانتخابات الرئاسية وان احزابه تمكنت من الحصول على عدد من المقاعد في البرلمان يكفي لتعديل الدستور وان البلاد عادت الى النظام البرلماني يعني ذلك ان مرشح التحالف المنتخب كرئيس الجمهورية سيتخلى عن صلاحياته لصالح رئاسة الوزراء التي سيتولها بالتأكيد رئيس حزب اخر وهنا يطرح هذا السؤال نفسه هل سيطلب تحالف الطاولة السداسية من الناخبين ان يصوتوا لمرشح سيتحول الى كومبارس او طرطور في المشهد السياسي ومزهرية في القصر الرئاسي وان قدم التحالف المعارض على سبيل المثال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمالك الاشدار اغلو كمرشحه للانتخابات الرئاسية فهل سيطلب من مؤيد حزب الشعب الجمهوري ان يصوتوا لكي يكون رئيس حزبهم رئيسا للجمهورية بلا صلاحيات لتتولى رئيسة حزب الجيد ميرال اكشنر رئاسة الحكومة لتحكم البلاد هناك احتمال اخر وهو ان يفوز مرشح التحالف في الانتخابات الرئاسية وان لا تتمكن احزابه من الحصول على اغلبية في البرلمان تمكن التحالف من تعديل الدستور او يرفض حزب رئيس الجمهورية المنتخب ان يصوت لصالح تغيير النظام ويستمر تطبيق النظام الرئاسي وهو ما اشار اليه رئيس حزب السعادة تميل كرمالا اغلو حين قال انه ليست هناك قوانين تجبر الرئيس المنتخب بدعم التحالف على التخلي عن صلاحياته والتنسيق والتعاون مع الاحزاب الاخرى ان قرر ان يحكم البلاد وحده وفي تلك الحالة سيكون مؤيد الاحزاب التي سيتجاهلها الرئيس الجديد هم المخدوعين مسودة الدستور التي كشف عنها تحالف الطاولة السوداسية لم تحظى باهتمام الشارع التركي الذي تختلف همومه واولوياته عن اولويات الاحزاب الستة ومن المؤكد ان انشغال التحالف المعارض بما لا يعني المواطنين كثيرا خطأ استراتيجي كبير في ظل نتائج استطلاعات الرأي التي تشير الى ان الشارع التركي يرى ارتفاع الاسعار اكبر مشكلة يجب حلها من قبل الحكومة وبعبارة اخرى تعديل الدستور للعودة الى النظام البرلماني ليس من هموم الناخبين ولا من اولوياتهم تحالف الطاولة السوداسية يتعهد في المسودة بتقييد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا لصالح رئيس الوزراء ويعني ذلك عودة اشكالية التعارض والصدام بين الرئيسين يحظى كل واحد منهما بتفوض شعبي وكانت ازالة هذه الاشكالية احد اسباب الانتقال الى النظام الرئاسي كي لا تتسبب في ازمة سياسية تدفع البلاد ثمنها غاليا التحالف المعارض يسعى الى تحويل الانتخابات القادمة الى استفتاء شعبي على نظام الحكم في البلاد ولكنه ينسى ان الشعب التركي وافق على الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي في استفتاء شعبي كما انه ليست هناك مؤشرات تشير الى ان نسبة من الذين ايدوا تغيير النظام ندموا على تصويتهم لصالح التعديل الدستوري وان الاغلبية تريد الان تطبيق النظام البرلماني واضافة الى ذلك يدعو تحالف الطاولة السداسية المواطنين الى التصويت للعودة الى حقبة الحكومات الاقتلافية التي عانت فيها تركيا من ازمات سياسية واقتصادية الشارع التركي ينتظر من تحالف الطاولة السداسية ان يسمي مرشحه للانتخابات الرئاسية كما يتطلع دون جدوى لمعرفة البرنامج الاقتصادي الذي ستطبقه حكومة التحالف بالاضافة الى السياسة الخارجية التي سيتبناها الا ان التحالف لم يكشف عن اي منهما حتى الان في ظل انشغاله بمراقبة ما سيقول اليه الصراع الداخلي في حزب الشعب الجمهوري اذا متابعين الاعزاء لا تزال المعارضة التركية تتخبط وتجلس على طاولتها السداسية دون ان تخرج بشيء وكما يقول المثل تمخض الجمل فولد فأرا اي ان المنتج والمخرج الذي يتحدثون عنه لا علاقة له بهموم الوطن او بهموم المواطن الرئيس رجب طيب اردوغان والذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما وواضح جدا في توجهاته الخارجية وفي سياساته الداخلية الرئيس رجب طيب اردوغان استطاع ان يحقق نجاحات مذهلة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية وفي قدر التركيا ان تلعب ادوارا عالمية منقطعة النظير الرئيس رجب طيب اردوغان والذي نجح في مجال التصنيع العسكري والذي نقل تركيا نقلة نوعية كبيرة فيما يتعلق بتطوير تركيا في كافة المجالات الرئيس رجب طيب اردوغان والذي بنى مدنا جديدة وطرقا وكباري وانفاق وكذلك ايضا صنع الطائرات المسيرة والزوارق المسيرة وفرض قوة تركيا في ساحة المعارك والمعارك الاقليمية استطاع الرئيس رجب طيب اردوغان ان يضم تحالفات للدولة التركية من سائر اسقاع العالم عبر امكانيات تركيا وقدراتها في التصنيع بينما نجد المعارضة التركية كل همها ان تسقط اردوغان وان تفكك وان تنهي كل ما فعله اردوغان طوال العشرين عاما الماضية لا ان تضع برنامج يتعلق بنهض التركيا بقوة تركيا بالاقتصاد التركي بهموم المواطن كما ذكرنا بل فقط يريد ان يجهزوا على الدولة التركية وان يتنافسوا على انقاضها وان يتقاسموا الغنيمة وان يوزعوا المناصب على احزابهم الستة هذا ما تريده المعارضة التركية مع الاسف الشديد لا رؤية لا هدف لا توجه لا اتفاق على مرشح توافق حتى الان في مواجهة الرئيس رجب طيب اردوغان نسأل الله عز وجل ان يحفظ تركيا وان يوفقها دائما لما فيه صالح الاسلام والمسلمين متابعين الاعزاء في الختام ان كانت مادة هذا الفيديو قد اعجبتكم لا تنسوا ان تدعمونا بتسجيل اعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة